سهلا بكم أعزائي طلبات وطالبات الصف الثالث الزراعي دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نبدأ معكم حلقة جديدة من حلقات مادة صحة الحيوان والدواجن ونبدأ هذه الحلقة وعنوانها هيكون الأدوات الجراحية والتعرف على جهاز الحركة في الحيوان أهمية جهاز الحركة في الحيوان أنه يديني مؤشر جيد جدا على حيوية هذا الحيوان وبالتالي يجب أن نتعرف على أجزاء جهاز الحركة بصورة تفصيلية وده اللي هندرسه معه بعض في هذه الحلقة أول حاجة تركيب جهاز الحركة لازم نعرف عزائي الطلبة والطالبات أن جهاز الحركة ده هيتكون من الهيكل العظمي وهو عبارة عن مجموعة من العظام والمفاصل والعضلات نشوف مع بعض كده تركيب جهاز الحركة أول جزء وهو العظام وتنقسم العظام إلى عظام الرأس وعظام العمود الفقري ثم عظام القوائم الأربعة اللي هي القوائم الأمامية والقوائم الخلفية عظام الرأس هنلاقي فيها إيه بقى؟ عظام الرأس هنلاقي هي أنها بتتكون من عظام الجمجمة وهي عظام مستديرة الشكل بتحوي الفكين وتشمل الأسنان يبقى الأسنان والفكين وبيبقى جزء مهم جدا من عظام الجمجمة وشكل هذه العظام مستديرة نيجي بعد كده لعظام العمود الفقري عظام العمود الفقري هي تتكون من فقرات مجموعة من الفقرات على حسب المنطقة اللي تتكون فيها هذه الفقرات هيبقى نطلق عليها النوع بتاعها فيه فقرات العنق ثم فقرات الصدر وهي في المنطقة الصدرية ثم فقرات القطن وذي يلي الفقرات الصدر ثم الفقرات العجزية وآخر فقرات في الظهر وهي صغيرة جدا وهي العصعصية عظام العامود الفقري اللي هي الفقرات دي بتكون غير منتظمة الشكل يعني هذا النوع من العظام بيكون غير منتظم الشكل بين الفقرات هيوجد فيه حاجة اسمها الغداريف والغداريف دي بتسهل عملية حركة العامود الفقري يتخلل الفقرات الحبل الشوكي زي ما احنا عارفين ودرسنا ان الحبل الشوكي هو جزء من الجهاز العصبي هذا الحبل الشوكي بيمر من خلال الفقرات التي تكون العامود الفقري ويخرج بين كل فقرة واخرى الاعصاب الطرفية يبقى بين كل فقرة وفقرة في مساحة معينة بيخرج منها مجموعة من الاعصاب التي تخرج من الحبل الشوكي بنسميها هنا الاعصاب الطرفية اللي بيفصل بين كل فقرة وفقرة ده بنسميه الغدروف الفقرات دي ما بتلتحمش مع بعضها مباشرة ولكن بيوجد جزء مهم جدا وهو الغضاريف بننتقل أعزائي الطلبة والطالبات إلى عظام القوائم وهنا هنقسمها إلى عظام القوائم الأمامية أو عظام القائمة الأمامية اللي هي الرجل الأمامية وعظام القائمة الخلفية اللي هي الأرجل الخلفية للحيوان عظام القائمة الأمامية وتشمل عظام لوحة الكتف دي اللي هي في موجود في بداية القدم من المقدمة يعني ثم يليها عظام العضض أو عظمة الزند ثم عظام الساعد ثم عظمة الوظيف الأمامي وتنتهي هذه العظام أو مجموعة هذه العظام بعظام الإصبع اللي هي عندنا في الحيوانات بتاخد شكل إيه؟ بتاخد شكل الحافر أو الظلف يبقى دي مجموعة العظام التي تكون القائمة الأمامية يبقى دي المجموعة اللي على بعضها بتتكون من إيه زي ما قلنا؟ عظمة لوحة الكتف ثم عظام العضض أو عظمة الزند ثم عظام الساعد ثم عظمة الوظيف الأمامي ثم عظام الأصابع التي تنتهي اللي احنا بتاخد شكل إيه في الحيوان الحافر أو الظلف بالنسبة لي عظام القائمة الخلفية يقابل بقى القائمة الأمامية يقابل القائمة الخلفية اللي هي عظام الحوض من أعلى الفغس يبقى بداية بتبدأ بعظام الحوض ثم بعد ذلك عظمة الساق فبعد ذلك الوظيف الخلفي ثم عظام الأصابع التي تنتهي برضو بالحافر أو الظلف هل لاقي فيه هنا اختلاف؟ إن في القائمة الأمامية موجود حاجة اسمها عظام لوحة الكتف وعظام العضض أو الزند هيقابلها في القائمة الخلفية عظام الحوض وبعد ذلك عظمة الساق طيب دي تكوين العظام الأمامية والخلفية للعظام طيب هنا هل بنلاحظ فيه اختلاف؟ آه هنلاحظ اختلاف إن لو إحنا وجدنا بعض التغيرات في هذه العظام يبقى هنا فيه مشكلة صحية بيعاني منها هذا الحيوان طيب نيجي بعد كده التركيب المفاصل والمفاصل هي عبارة عن هي التي تصل بين عظمتين في الجسم يبقى بين كل عظمة وعظمة فيه حاجة اسمها المفصل خلي بالك هنا إن في جسم الحيوان بيكون العظام دي عشان تترابط مع بعضها داخل الهيكل العظمي بيبقى فيه حاجة اسمها المفاصل وصيفة هذه المفاصل هي المساعدة على الحركة الحيوان أو نقل الحركة يبقى عملية الحركة بتعتمد على العظام والمفاصل وتقوم بها العضلات طيب تركيب المفاصل بتتركب من إيه؟ أول حاجة تعريف المفصل كده هو الذي يصل بين أي عظمتين في الجسم أنواع المفاصل بتقسم تبعا لحدود الحركة يعني إيه حدود الحركة؟ يعني في حركة بتكون في جميع الاتجاهات أو حركة محدودة أو حركة صغيرة جدا أولا مفاصل محدودة الحركة يعني الحركة بتاعتها صغيرة جدا زاوية الحركة صغيرة جدا زي إيه؟ مفاصل العظام الصغيرة طيب مفاصل العظام الصغيرة اللي هي ممكن تكون عبارة عن عظام الضلف أو عظام الأصابع أو ممكن تكون عظام الفقرات دي بتكون المحدودية الحركة بتاعتها صغيرة جدا فبنقول مفاصل محدودة الحركة النوع الثاني من المفاصل اللي هي بتتحرك في اتجاهين للأمام أو للخلف مثل مفصل الرجبة والكوع دولة بتكون الحركة فيهم أعلى شوية من المفاصل محدودة الحركة زي المفصل اللي موجود في الرجبة والمفصل اللي موجود في الكوة النوع الثالث من المفاصل هو عبارة عن مفاصل تتحرك في كل الاتجاهات يبقى هنا زوية الحركة كبيرة وهنا مثل مفصل الفغز مع الحوض اللي هو بتكون حركته في جميع الاتجاهات للأمام وللخلف ولليمين أو الشمال دي بتكون زوية الحركة كبيرة جدا يبقى أنا عندي ثلاث أنواع من المفاصل تبعا لمحدودية الحركة في مفاصل محدودة الحركة ودي بتبقى موجودة بين العظام الصغيرة وفي مفاصل حركتها أعلى شوية بتكون للأمام والخلف زي مفصل الرجبة ومفصل الكوع وفي مفصل تاني بيكون الحركة بتاعته أو اتجاه الحركة بتاعته في جميع اتجاهات الجسم زي المفصل اللي موجود بين الحوض وبين عظمة الفغد ده تقسيم المفاصل ممكن يكون تركيب المفصل هنتعرف دلوقتي على تركيب المفصل تركيب المفصل بيتركب من نهايتين عظمتين يبقى تخلي بالك أن المفصل دايما هيبقى موجود في الجسم بين عظمتين داخل الجسم أي عظمتين هيبقى موجود بينهم إيه؟ هيبقى موجود بينهم المفصل كل نهاية منها نهاية عظمة طبعا يعني نهاية العظمتين دولت هيغطيهم إيه؟ هيغطيهم غضروف أملس يبقى فيه طبقة ملساء موجودة على سطح نهاية العظمة اللي هي داخل المفصل بنسميها الغضروف يبقى كل نهاية عليها غضروف هذا الغضروف يغطي سطح نهاية العظمة داخل المفصل يحيط بحدود المفصل من الخارج غشاء مفصلي يبقى المفصل بعدما العظمتين اتقابلوا مع بعضه وبيتغطوا من الغضروف أملس بلاقي فيه غشاء بيغطي المفصل من الخارج هذا الغشاء بيسمى غشاء مفصلي ووظفته إيه؟ أنه هو بيفرز السائل المفصلي اللي هو السائل السينوفي اللي هو موجود داخل مساحة المفصل يحيط بالغشاء السينوفي غشاء ليفي يعني بعد هذا الغشاء فيه غشاء ليفي قوي ده وظفته حماية الغشاء السينوفي وبيدي تدعيم للمفصل من الخارج بيضم المفصل ويحميه ويحدد حركته عدد من الأربطة في كل اتجاه حول المفصل يبقى فيه أربطة الأربطة دي هي اللي بتدي مساحة الحركة للمفصل سواء كانت حركة محدودة أو حركة غير محدودة زي ما تعرفنا عنها يبقى هنا المفصل اللي عندي تركيبه بيتركب من نهاية عظمتين كل نهاية عليها غضروف أملس بيحيط بحدود هذا المفصل غشاء مفصلي سينوفي بيفرس السائل المفصلي يحيط بالغشاء السينوفي غشاء ليفي تاني بيقوي ويحمي الغشاء السينوفي مجموعة الأربطة اللي بتحدد حركة المفصل دي موجودة خارج حدود المفصل ودي بتكون بتضم المفصل وبتحميل السائل بقى المفصلي اللازج اللي احنا قلنا عليه اللي هو السائل السينوفي ده موجود زيتي القوام وشفاف يوجد داخل المفصل وظيفته هنا هو يجعل حركة المفصل سهلة ويسرة يعني لانتيجة ما يعملش عملية احتكاك بين العظام وبعضها فلازم يبقى فيه موجود السائل السينوفي لو قال السائل السينوفي ده داخل المفصل هنا ممكن يحصل مشاكل داخل المفصل منها خشونة المفاصل يبقى احنا عندي تركيب المفصل بيتركب في نهاية العظمطين بنتقل بعد ذلك الى الجزء التالت من اقسام جهاز الحركة وهو العضلات والاوطار العضلات دي بتغطي العظام يبقى العضلات تغطي كل من العظام والمفاصل وينشأ منها وينتهي فيها الاوطار خلي بالك بقى ان العضلات دي موجودة على سطح العظام من الخارج نهاية هذه العضلات بنسميها الاوطار الاوطار دي هي اللي بتعمل لعملية المنشأ بتاع العضلة ونهاية العضلة على جسم العظم من الخارج يبقى العضلات دي بتغطي العظام من الخارج لها منشأ ولها نهاية المنشأ والنهاية دول بيعملوا حاجة اسمها الاوطار الخاصة بالعضلة اللي هي بتسهل عملية الانقباض والانبصار بتاعة العظام طيب انواع العضلات عندنا في جسم الحيوان في نوعين من العضلات في حاجة اسمها العضلات الارادية وهنا بتكون تحت تحكم الحيوان او تحت تحكم الكائن الحي فبنسميها عضلات ارادية زي عضلات الساق عضلات الممكن الرقبة دي كلها عضلات بنسميها ايه عضلات ارادية تحت تحكم الكائن الحي او تحت تحكم الحيوان وفي عضلات تانية اسمها عضلات لا ارادية هذه العضلات ليست تحت تحكم الكائن الحي ولكنها تقوم بوظيفتها بصورة إرادية مش تحت تحكم الحيوان زي عضلة القلب من العضلات اللا إرادية داخل جسم الكائن الحي من ضمن العضلات برضو عضلات الأمعاء الدقيق وعضلات المعدة هذه العضلات أو الكرش في الحيوان دي كلها عضلات لا إرادية لا يتحكم فيها الحيوان أو الكائن الحي طيب يبقى تغطي العضلات العظام والمنفاصل وينشأ منها وينتهي فيها اللي هي الأوطار والعضلات لها القدرة على تحريك العظام عند عملية بقى الانقباض والانبساط يبقى عمليتين بيتموا في العضلات هي عملية الانقباض وعملية الانبساط وهم دول اللي بيساعدوا في تحريك الأعضاء المرتبطة بها إيه الأعضاء المرتبطة بها؟ اللي هي مجموعة العظام التي تكون الهيكل العظمي يبقى هنا ده تكوين جهاز الحركة في الحيوان يبقى إحنا زي ما تعرفنا على جهاز الحركة في الحيوان قلنا أن جهاز الحركة في الحيوان هنا بيتكون من ثلاثة أقسام جزء العظام اللي هو بيكون الهيكل العظمي والجزء الثاني اللي هو المفاصل اللي هو عبارة عن التقاء أي عظمتين داخل الجسم هيكونوا لحاجة اسمها المفصل الجزء الثالث اللي هو بيقوم بعملية الحركة اللي هو العضلات وبتكون الأوطار وهذه العضلات بتقوم بعملية الإنقباض والإنبساط عشان تعمل عملية حركة وليونة للجهاز الحركي في جسم الحيوان ننتقل بعد ذلك أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث إلى الأدوات الجراحية هنا هنتكلم عن جزء مهم جدا في التمريض البطري وهو الأدوات الجراحية لازم نتعرف على أنواع الأدوات الجراحية اللي هتبقى موجودة داخل العيادة البيطرية هذه الأدوات هتساعدنا في إجراء العمليات الجراحية رقم واحد هتساعدنا في إعطاء الجرع والأدوية السائلة هتساعدنا في إعطاء الحقن أو ما يسمى به المحائن كل الحاجات دي بنسميها الأدوات الجراحية طب إيه هي أنواع الأدوات الجراحية؟ فيه نوعين من الأدوات الجراحية فيه حاجة اسمها أدوات عامة دي بموجودة عندنا في أي عملية جراحية أو في أي تداخل مع الحيوان في المجال البيطري وفيه حاجة اسمها أدوات خاصة تابعا لنوع العملية اللي احنا هنعملها على هذا الحيوان نشوف بقى بعد كده الأدوات والمستلزمات العامة أو الأدوات الجراحية العامة أول حاجة مشارط مختلفة المقاسات من رقم 4 ورقم 3 المشارط دي هي الجزء اللي هتقوم بإجراء فتح لي الجراح فيه حاجة اسمها أسلحة مشارط مختلفة المقاسات على حسب مقاس المشارط باستخدم نوع السلاح اللي عندي فيه بعد كده مشارط زو سلاح سابق اللي هو بنسميه التينيتون هذا المشارط بيستخدم فيه تقطيع الجنين اللي هو الميت داخل الحيوان وده بيبقى له شكل خاص مختلف عن بقية المشارط فيه حاجة اسمها المقاسات الجراحية فيه الجفت الشرياني وهذا الجفت بنستخدمه فيه عملية النزيف لو فيه نزيف عايزة أقفله سواء كان صغير أو كبير منحني أو مستقيم فيه جفت التشريح ده اللي أنا بستخدمه فيه عملية التشريح فيه حاجة اسمها ماسك إبر مستقيم وفيه نوعين اللي هو المستقيم والمنحني وفيه أنواع من إبر مختلفة وفيه طبق الكلوي ده اللي هو بنستخدمه لو إحنا عايزين نعمل عملية تطهير لبعض الأدوات فيه عندي السرنجات فيه أجهزة نقل المحليل فيه إبر للحقن الوريدي وأخيراً القفازات الجراحية والمراير الجراحية مجموعة الأدوات اللي إحنا ذكرناها دي بنسميها مجموعة الأدوات العامة أو الآلات والمستلزمات العامة دي غالباً بتبقى موجودة في جميع العيادات وفي جميع العمليات لازم تبقى موجودة عندي في حالة تعقيم كاملة وفي حالة تطهير كاملة يبقى دي بسميها الآلات والمستلزمات العامة على حسب نوع التداخل اللي أنا هعمله باختار الآداء اللي أنا هستخدمها ننتقل بعد ذلك إلى الأدوات الخاصة وهي آلات ومستلزمات خاصة الآلات والمستلزمات الخاصة دي هنستخدمها أثناء العمليات الخاصة على حسب نوع العملية اللي أنا هتداخل معها بيبقى فيه عدد أو آلات خاصة بكل عملية فمثلاً في عملية الخاصة لو أنا هعمل عملية خاصة للحيوانات في حاجة اسمها ماكينة الخاصة في حاجة أثناء عملية الولادة العسرة في حاجة اسمها عدة عمليات الولادة في حالات فتح الكرش او عمليات البزل للكرش لو انا في حالات الانتفاخ او في حالات اللقمة في عدة عمليات فتح الكرش يبقى هنا دي اسمها الات ومستلزمات خاص يبقى انا عندي نوعين الالات والمستلزمات العامة دي موجودة في جميع العمليات وبتكون مجهزة ومعقمة ثم بعد ذلك بحدد نوع العملية اللي انا هعملها سواء كانت عملية ولادة او عملية فتح كرش او عملية خاص فبقى هنا باستخدم نوع الاداء المخصص لهذه العملية يبقى هنا عندنا ادوات عامة وادوات او مستلزمات خاصة جراحية ننتقل بعد ذلك اعزائي الطلبة والطلبات نقطة مهمة جدا وهي وسائل التعقيم طبعا عندي كده جهازت الادوات الجراحية سواء العامة او الخاصة على حسب نوع العملية لازم قبل ما ابدأ اشتغل او ابدأ اتعامل مع الحيوان اتأكد من ان الادوات اللي عندي موجودة قدامي اثناء العملية تكون تعرضت او تم التعامل معها بعملية التعقيم والتطهير او التطهير والتعقيم زي ما خدنا قبل كده في الدرس الاولاني من مادة صحة الحيوان ان لازم يعمل عملية التطهير للادوات الجراحية باننا لازم ازيل اول حاجة المواد الموجودة على الادوات الجراحية لو فيه اي مواد متبقية من عمليات سابقة او من تدخل سابق بعمل لها بغسيل بالماء الدافئ والصابون ثم بعد ذلك بجري عليه عملية التعقيم ما ينفعش اعمل عملية التعقيم الا ما اجري عملية التطهير الاول للادوات الجراحية يبقى لازم اعمل عملية التطهير الاول بالماء الدافئ والصابون عشان ازيل اي مواد متبقية او المتبقيات من اثار العمليات اللي قبل كده ثم بعد ذلك بجري عملية التعقيم عملية التعقيم هنا بتختلف باختلاف نوع الأداة يعني هناك أنواع من التعقيم هذه الأنواع بتختلف باختلاف نوع الأداة اللي عندي. أول حاجة وسائل التعقيم بالنسبة للأدوات المصنوعة من الاستانلس والسرنجات الزجاج والإبر تعقم عن طريق واحد الغليان في ماء مضاف إليه واحد إلى اتنين في المية من كربونات السوديو يبقى أنا أتأكد أن درجة حرارة المية وصلت درجة الغليان وضيف إليها واحد إلى اتنين في المية من كربونات السوديو. اتنين التعقيم بالبخار وده عن طريق الأوتوكلاف أو جهاز الأوتوكلاف عند درجة حرارة كان بقى مية وعشرين درجة مئوية وتحت ضغط. هعرض الأدوات دي لمدة عشر دقائق لدرجة الحرارة مية وعشرين وتحت الضغط يبقى فيه هنا جهاز خاص اللي هو الأوتوكلاف اللي هو عملية التعقيم بالبخار فيه حاجة اسمها التعقيم فيه أفران الهواء الساخن. وهنا ما بيكونش فيه أي رطوبة أو أي بخار مية. ولكن هو عبارة عن هواء ساخن خالي من الرطوبة وخالي من البخار. عند درجة حرارة كان بقى ميتين درجة مئوية لمدة واحد إلى اتنين ساعة دي غالباً بتتم للحاجات الزجاجية زي الترمومترات أو أي مكون زجاجي زي أنابيب الاختبار أو الشرائح الزجاجي. الحاجات دي حاجات زجاجية لو أنا عرضتها لبخار مية ممكن يحصل لها انكسار يبقى هنا بعرضها لهواء ساخن خالي من الرطوبة عشان ما تتعرضش للتشقق والانكسار يبقى التعقيم في افران الهواء الساخن عند درجة حرارة متين درجة مئوية لمدة ساعة أو ساعتين. ده النوع التالت من التعقيم. بالنسبة بقى نيجي لتعقيم الفوت والقفازات الجراحية والمحاقن والقصاطر والقطن والشاشة هيكون عن طريق عن طريق التعقيم بالبخار تحت ضغط في الأوتوكلاف. طبعاً لأي أدوات زي الشاش وزي الأطن وزي القفازات الجراحية أو أي فوت أنا باستخدمها عندي. هعقمها باستخدام البخار. ليه؟ لأن هذه المواد ممكن تكون معرضة للتلف زي ما احنا عارفين لو تعرضت للهواء الساخن أو تعرضت للغليان في الماء. فأنا بعمل لها عملية تعقيم بالبخار عند ضغط في الأوتوكلاف عند درجة حرارة مية وعشر درجة مئوية لمدة عشر دقائق. نيجي بعد كده للقصاطر والسرنجات والبلاستيك والخيوط الجراحية دي هنستخدم التعقيم فيها في محاليل الكحول الأبيض اللي هو السيبرتو أو جاهزة للتعقيم بواسطة الإشعاع اللي هي الأشعة تحت الحمراء. بنستخدم الأشعة تحت الحمراء لتعقيم القصاطر والسرنجات البلاستيك والخيوط. طيب حجرة عمليات الجراحة أو المندضة الأسطح بقى داخل حجرة عمليات الجراحة هنستخدم لها المطهرات السائلة. المطهرات السائلة زي ايه؟ زي الفنيك زي كولوريد الأمونيوم زي اليود دي كلها بسميها مطهرات سائلة بستخدمها لتطهير الأسطح وتطهير حجرة عمليات الجراحة سواء الأرضيات سواء الجدران بتاعة العملية حجرة العملية. نيجي بعد كده المطهرات التي تستخدم في تطهير الايه دي برضو هيكون سائلة زي الكحول الأبيض والبيتادين أو سبغة اليود. كل الحاجات دي بستخدمها في تطهير الايدي. بالنسبة للمطهرات التي تستخدم في تطهير الجروح مركبات اليود ومية الاكسوجين والايودوفورد. نخلي بقى مع بعض كده ان الادوات الجراحية الصلبة اللي هي الستانلس هنستخدم فيها زي ما احنا عارفين. يا اما التعقيم عن طريق الاوتوكلاف عند ميتين درجة مئوية لمدة ساعة او ساعتين او ممكن نستخدم الغلايان درجة الحرارة مية درجة مئوية لمدة عشر دقائق او استخدم الاوتوكلاف مية وعشر درجة مئوية البخار لمدة عشر دقائق. التلات انواع دول بنستخدمهم في الادوات الصلبة اللي هي الاستانلس او الادوات المعدنية. طيب الادوات الزجاجية هنستخدم فيها الهواء امرار الهواء الساخن داخل افران خاصة عند درجة حرارة مية وعشرين لميتين درجة مئوية والهواء الساخن ده بيكون خالي من الرطوبة او من البخار. عشان احافظ على الادوات الزجاجية دي انها متتلفش. طيب بالنسبة للقطن والشاش والملاير والقفازات دي كلها اقمشة نوع من الاقمشة. هستخدم فيها التعقيم بالبخار. نخلي بالنا من انواع التعقيم هنا لان ده سؤال بيجي في الامتحام بصورة متكررة. نيجي بعد كده التعقيم بالنسبة للأسطح زي اللي موجود على العمليات او الارضيات او اللي هي منضطة الجراحة او انا هتاهر الادين او انا هتاهر مكان الجرح ده بنكون بيه المطهرات السائلة اللي هي عنوحها الفينيك كولوريد الامونيوم اليود الكحول الابيض السيبرتو او البيتادين ومركبات اليود ومية الاكسوجين دي كلها بنسميها مطهرات سائلة. المطهرات السائلة دي بنستخدمها في الاسطح وفي العمليات الجراحية وفي لو انا هتاهر برضو ايه لو انا هتاهر مكان الجرح. طيب بنسينا نقول حاجة مهمة جدا وهو تعقيم باستخدام اشعاع او الاشعة تحت الحمراء الانفراريد دي بنستخدمها لو انا عندي حجرة واسعة من الحجرة عمليات كبيرة جدا فطبعا استهلاك البطهرات السائلة هيبقى اه مكلف فهنا بنستخدم حاجة اسمها الاشعة تحت الحمراء الانفراريد في عملية التعقيم والتطهير للمساحة الكبيرة اللي موجودة داخل غرفة العمليات. بننتقل عزائي طلبة وطالبات الى نقطة اخرى وهي عبارة عن انواع الخيوط الجراحية. انواع الخيوط الجراحية تقسم الخيوط اللي هنستخدمها في العمليات الجراحية اللي هي عملية الخياطة للجرح في خيوط داخلية وخيوط خارجي. طب يعني ايه خيوط داخلية وخيوط خارجي? خيوط داخلية يبقى انا هستخدمها في خياطة الاعضاء الداخلية للجسم. يبقى هنا هتحتاج انها تمتص بعد فترة معينة. الخط ده هيحصل له تآكل وامتصاص من الجسم بعد فترة معينة. مش هيحتاج اي تدخل خارجي ان انا اعمل له عملية فك للغرس. هزي يبقى انا بيتم فيها خياطة الاعضاء الداخلية بهذا النوع من الخيوط. ايه هي الخيوط دي? اول حاجة خيوط ده النوع الاولاني من الخيوط. هزي الخيوط مصنوعة من امعاء القطط والاغنام. يبقى من الانسجة اللي احنا بنستخلصها من امعاء القطط والاغنام. وتمتص زي ما قلنا خلال شهر. يبقى هي لوحدها بعد شهر الجسم بيمتصها وبالتالي مكان الخياطة مش هيبقى موجود في هذا النوع من الغرس. وحنا زي ما قلنا ان الخياطة الداخلية لازم تتم بانواع من الخيوط تكون الجسم هو اللي هيمتصها او بعد فترة معينة بيحصل لها انها تمتص وتتلف. ومن دون اي تداخل من الجراح اللي هيعمل عملية اه 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 الخياطة. اول النوع زي ما قلنا اللي هو الكوروميك جات جات. وده مصنوع من امعاء القطط او الاغنام. وبالتالي هو نسيج حي. وبالتالي اي نسيج حي بيتم داخل الجسم الخياطة بيه. هيتم امتصاصه خلال فترة من عشرة لخمستاشر يوم. بعد كده النوع التاني التكريل. التكريل ده بقى مش خيط مصنوع من الانسجة الحية ولكن هو خيط صناعي. تخيط به الانسجة الداخلية. طب هل هو بيمتص فعلا بعد شهر? نعم. يبقى هو خيط مصنوع وليس خيط من نسيج حي. النوع التالت اريكسون وهو خيط صناعي. عايزين نفرق بقى من التالت انواع ده. الكروميك جات جات هو خيط مصنوع من الانسجة الحية. بينما اريكسون والتكريل هم نوعين من الانواع اللي مع صنوعين من الخيوط الصناعية. ولكن بيشتركوا في عام الواحد وهو الامتصاص داخل الجسم خلال فترة الشهر. وبالتالي بنستخدمه في خياطة الاعضاء الداخلية داخل جسم الحيوان. النوع التالي من الخيوط اللي هو الخيوط الجراح الخارجية او الجراحية الخارجية. هذه الخيوط لا تمتص بواسطة الجسم. ويخيط بها الجروح من الخارج. زي المنطقة اللي في الجلد او في العين. حيث يجب نزعها بعد حدوث التقاب. التأكد من حدوث التقاب للجروح في مدة ما تتجاوز سبعة لعشر طيام. مثل انواع الخيوط دي اللي هي الحرير والنيلون والستانلس. طيب. الخيوط الخارجية دي بتكون خيوط صناعية. وبالتالي هذه الخيوط الصناعية بتكون بتصنع من مواد الحرير او الاستانلس او النيلون. بتتميز بايه بقى? بتتميز بالاااا القوة الشديدة. والتحمل الظروف الخارجية. واننا هنا بقى هسحتاج ان انا افك الغرز بعد عشرة لخمستاشر يوم او من تمن لعشرة ايام. على حسب نوع الجرح اللي عندي. اتأكد الاول من التقام الجرح وخلوه من اي مضاعفات عشان ابدأ افك هزي الغرز. طيب احنا بنستخدم هزي الغرز في القياطة الخارجية في النوع في الجلد والعين. يبقى هنا السطح الخارجي. يبقى لازم نفرق بين خيوط تستخدم في الخياطة الداخلية. بنسميها خيوط داخلية. وخيوط تستخدم في الخياطة الخارجية. ودي بنسميها خيوط خارجية. هنفرق بينهم اتنين. اول حاجة نوع الاعضاء. احنا قلنا في الخياطة الداخلية بيكون في الاعضاء الداخلية. بينما في الخيوط الخارجية او الخياطة الخارجية دي بتكون للجلد والعين. مدة الغرز هنا بتمتصل وحدها في الخياطة الداخلية بعد شهر لا في الخياطة الخارجية محتاج تدخل جراحي آخر عشان نعمل عملية فك لهذه الغرز وبعدها التأكد من التقام الجرح طيب نوع الخيوط هنا بيكون ايه يا اما خيوط من نسيق حي اللي هو الكروميج جات جات او التكرل او الدراكسون او الخيوط بتكون من النوع التالت الخيوط الخارجية اللي هي بتكون الحرير او بتكون النيلون او بتكون بعد ذلك ننتقل اعزائي الطلبة الى انواع الابر الابر اللي هي هنستخدمها في عملية الخياطة هتتقسم الى قسمين ابر مستديرة تخيط بها الانسجة الداخلية للأعضاء ومثل العضلات تحت الجد بتكون مستديرة بدرجة الاستدارة بتاعتها على حسب نوع العضو اللي موجود داخل الجسم يبقى الابر المستديرة دي انا بستخدمها في خياطة العضلات او الانسجة الداخلية تحت الجلد نخلي بالنا بينما الابر الحادة المثلثة يخاطبها الجلد وبيدي بتكون اكثر صلابة وتختلف مقاسات هذه الابر من واحد الى عشر كلما زاد حجم الابر كلما قل الرقم يعني هنا الابرة الكبيرة في الحجم هيكون رقمها من واحد او اقل بينما العشرة هيكون الابرة هي ذات الحجم الصغير يبقى انا عندي انواع الابر نوعين فيه ابر مستديرة والابر المستديرة دي هنستخدمها في خياطة العضلات والانسجة اللي تحت الجلد بينما الابر المثلثة الحادة دي بتكون اكثر صلابة ودي بنستخدمها في خياطة الجلد مقاساتها من واحد لعشرة بتزداد في الحجم كلما قل درجة او كلما قل العدل ننتقل اعزائي الطلبة والطالبات الى انواع الخياطات والغرص احنا تعرفنا كده على نوع الخياطة وتعرفنا على نوع الابر المستخدم عرفنا ان فيه خيوط داخلية وخيوط خارجية وعرفنا في الابر ان فيه ابر مستديرة وفيه ابر مثلثة وعرفنا بنستخدم الابر دي امتى وبنستخدم الابر دي امتى وعرفنا نوع الخياطة الداخلية امتى والخياطة الخارجية امتى هنيجي بقى لانواع الخياطات او انواع الغرص وعلى حسب نوع العضو اللي انا هستخدمه او اللي انا هستخدم فيه العملية هنحدد نوع الخياطة او الغرزة اللي انا هشتغل بيها اول حاجة من هذه الانواع اللي هي غرزة لامبرد وهذه الغرزة بتستخدم لخياطة الأعضاء الداخلية المجوفة اللي لها تجويف أثناء العمل لا تثقب الإبرة الطبقة المقاطية بل تدخل في الطبقة المصلية أو العضلية طيب غرزة لامبرد دي ممكن نستخدمها في ايه بالتحديد ممكن نستخدمها في خياطة اللي هي أجزاء من الأمعاء لو أنا عندي جزء من الأمعاء الدقيقة عايز عمله عملية خياطة فبستخدم هذه الغرزة اللي هي غرزة لامبرد ليه لأن الأمعاء الدقيقة فيها تجويف وزي ما احنا قلنا إن أنا لازم ما سقبشي الجدار الداخلي لهذا التجويف فهنا بنعمل خياطة للأعضاء الداخلية المجوفة أثناء العمل وبنسقبشي الطبقة المقاطية اللي هي الداخلية في الأمعاء بل تدخل في الطبقة المصلية أو العضلية ونكمل الغرزة عادي الغرزة دي منسميها ايه غرزة لامبرد النوع التاني اللي هو الغرزة البسيطة المتصلة يعني ما بنقطعشي الايه الخيط هنا الغرزة دي بتستخدم في قفل الغشاء البريطوني الغشاء البريطوني اللي هو الغشاء المحيط بالأعضاء والأحشاء الداخلية والعضلات والأنسجة التي تحت الجل وهي غرزة سريعة ومحكمة الغلق طب هنا دي بنستخدمها انت بنستخدمها في الأجزاء المشدودة من الجسم أو الأجزاء اللي تحت ضغط العضلات احنا عارفين فيها انقباض وانبساط الغشاء البريطوني اللي هو محيط بالأحشاء الداخلية بيتعرض للتمدد وللتقلص كل الأعضاء اللي فيها التمدد وتقلص أو أنسجتها معرضة للانبساط والانقباض بنستخدم لها هذه الغرزة اللي هي الغرزة البسيطة المتصلة عشان نقدر نعمل عن نحكم عملية الغلق وما تحصلش أي مشاكل في الجرح بعد عملية الخياطة النوع التالت اللي هي الغرزة البسيطة المتقطعة يبقى هنا أنا باخد غرزة وبقطع الخيط وابدأ غرزة جديدة في هذه الغرزة بيستخدم في غلق الجلد العادي اللي هو لو ما فيهوش داي أي جرح عادي خالص موجود على جسم الحيوان من الخارج ما بيكونش بنستخدم هنا في الغرزة البسيطة المتقطعة بالنسبة للرابع نوع من أنواع الغرز أو الخياطات في العمليات الجراحية اللي هي الغرزة التنجيدية الغرزة التنجيدية المقطعة ويستخدم في الجلد اللي هو في حالة تهتك أنا عندي الجرح اللي عندي حصل له تهتك أو الحواف بتاعة الجرح مش مستقيمة أو مش سليمة أو جزء من الجلد فقد فبالتالي هحتاجي أن أنا أستخدم الغرزة التنجيدية دي نوع من أنواع الغرز اللي أنا هنا بعمل عملية زي شبكة كده على الجلد بعمل عملية شبكة مش هتبقى خياطة بسيطة لا بتبقى الغرزة واخدى شكل الشبكة عشان أعمل عملية خياطة لهذا الجرح نتيجة فقد جزء من الجلد موجود على الخارج الحوافة تاعة الجلد مش سليمة فأنا ما بقدرش أعمل الغرزة الغرزة البسيطة العادية هنا باستخدم الغرزة التنجدية يبقى دي أنواع الخياطات أو أنواع الغرز ولازم أعرف كل نوع بيستخدم فين وإمتى وبأي إبرة يبقى غرزة لامبرت دي في الأعضاء اللي فيها تجويف وقالنا زي الأمعاد الدقيقة في الغرزة اللي هي المتصلة هذه الغرزة المتصلة بتكون في الأعضاء اللي هي مشدودة أو فيها انقباض وانبساط ومحتاج الغرزة تكون قوية ومحكمة الغلب باستخدم الغرزة المتصلة الغرزة المنفصلة دي في السطح العادي اللي هو الجلد ده أنا باخد غرزة وقفلها وارجع اخد غرزة جديدة واحدة جنبيها الغرزة التنجيدية ده لو حصل تهتك في الجلد حصل أن حواف الجلد ما بكنتش سليمة أو مكتملة أو فوقت جزء من الجلد نتيجة الكادمة ده هنا بنستخدم حاجة اسمها الغرزة التنجيدية بتكون على شكل شبكة أو شكل بياخد شكل الشبكة عشان يبدأ النسيج يبني عليه وتبدأ الجلد ينمو علي ننتقل بعد ذلك أعزائي الطلبة والطالبات إلى أنواع الجروح والحروق أنواع الجروح طبعا احنا هنا خدنا الغرز وخدنا الخياطات هنتعرف على أنواع الجروح اللي هتقابلنا في الخارج أو في المجال عشان نبدأ عامل معها وازاي نتعرف على نوع الجرح ونقدر نحدد ايه هو المسبب لهذا الجرح يبقى أنا لما بشوف الجرح اللي عندي بعرف المسبب وأقدر أتعامل مع الجرح اللي عندي هتعامل معه ازاي على حسب نوع الجرح اللي عندي بيختلف التعامل بتاعي نجي بعد أن نتعرف على أنواع الجروح رقم واحد الجرح القطعي هذا الجرح يحدث بواسطة آلة حاد بيكون السكين أو المشرط بتكون تتميز حواف هذا الجرح بأنها مستوية نتيجة أن الألحاد ده يبقى لاقي الحواف بتاعته ايه مستوية رقم اتنين طولها أكثر من عمقها طول الجرح أو طول الجرح أطول من العمق مفيش عمق لكن في طول لهذا الجرح بتنزف بغسارة نتيجة ايه بقى؟ نتيجة أنه خدت مساحة كبيرة من سطح الجسم فهلاقي أن فيها كمية نزيف من الدم عالية جدا فيه ألم شديد للحيوان طبعا فيه ألم لأنها هيصيب منطقة الأعصاب في هذه المنطقة يبقى الجرح القطعي أهم ما يميزه أن حواف هذا الجرح تكون مستوية وبالتالي الطول بتاعه طول هذا الجرح بيكون أكبر من العمق وبيتميز بأنه شديد الغزارة في النزيف طب مسبب هذا لو أنا شفت شكل الجرح بهذا الشكل أعرف أن مسبب هذا الجرح هو آلة حادة أو سكين أو مشروط ليه؟ لأن هذه الحواف بتكون مستوية نتيجة فعل أو عمل هذه الآلة الحاد يبقى ده شكل الجروح بنسميه هنا بقى إيه؟ جروح قطعية يبقى الجروح القطعية لها شكل مميز جدا النوع الثاني من الجروح اللي هو الجرح الوغزي الجرح الوغزي ويحدث نتيجة أن تعرض منطقة من سطح الحيوان للوغز بآلة مدببة هنا بقى هنلاقي إيه؟ هنلاقي أن الطول بتاع الجرح قليل جدا على حسب سمك المادة المدببة ولكن في نفس الوقت هنلاقي عمق الجرح كبير يبقى هنا العكس يبقى في الجرح الوغزي يحدث بواسطة آلة حادة مدببة مثل المسامير أطراف السكاكين شوك السمك أو الإبر أي آلة مدببة بتكون وغد الشكل المدبب بتتميز بأننا بتعمل لنا حاجة اسمها الجرح الوغزي إيه بقى فتحته ضيقة وفي نفس الوقت عميقة أقل الجروح نصفا وآلما إيبقى هنا عشان أفرق بين الجرح القطعي والجرح الوغزي بلاقي أن الجرح الوغزي بيعمله آلة مدببة ولكن بيكون لها جزء مدبب زي الإبر وزي المسامير وزي أشواك الأسماك دي كلها بتكون أجسام مدببة وبالتالي هتعمل لنا عمق داخل الجمع وبالتالي هتعمل لنا سطح صغير جدا من الإصابة طب النزيف هنا هيكون إيه النزيف هنا هيكون أقل من الجروح القطعية النوع التالي من الجروح وهي عبارة عن جروح الجرح النافذ الجرح النافذ بيحدث بآلة حادة ولكن هنا لازم يحصل له فتح الدخول وما يكونش له فتحة خروج ويجب أن يصل إلى أحد تجاويف الجسم مثل الصدر أو البطن يبقى الجرح النافذ لازم يكون يصل إلى إيه إلى أحد تجاويف الجسم زي الصدر أو البطن برضو هيكون بآلة حادة النوع الرابح اللي هو الجرح الثاقب سببه مثل الجرح النافذ ولكن هنا بقى بيتميز بإنه له إيه له فتحة دخول وفتحة خروج اللي هو فتحة خروج لإيه المسبب هذا الجرح من الآلة يبقى أنا عندي فتحتين فتحة دخول وفتحة خروج عشان أفرق بين الجرح النافذ والجرح الثاقب اللي اتنين بيعملوا في آلة حدة ولكن في الجرح النافذ ما بيكونش فيه فتحة خروج وبيكون فيه فتحة دخول فقط في الجرح الثاقب فيه فتحة دخول وفتحة خروج فيه حاجة اسمها الجرح التهتكي والجرح التهتكي ده بيكون نتيجة صدمة أو نتيجة احتكاك الجسم بإيه بإحاء بعدوات أو سطح خشن هيحصل هنا إيه بقى هيحصل تهتك لمنطقة الجلد وهنا ما بلاقيش حواف للجلد وبلاقي أجزاء من الجلد ممكن تفقد فبنسميه هنا الجرح التهتكي يبقى الجرح التهتكي يحدث بواسطة آلة مهتكة مثل الخوط الطاف أو السلك الشائك أو جروح عضة الكلب أو حوادث السيارات أو نتيجة احتكاك الجسم بالأرض أو أي سطح خشن طيب يبقى ده منسميه جرح تهتكي الجرح الناتج من العيار الناري بيحدث نتيجة الطلق الناري وهو له فتحة دخول وفتحة خروج فتحة الدخول حولها آثار خروج لأن ده بيكون العيار الناري في حالة ساخنة ملتهب فبيعمل آثار حروق على فتحة الدخول ومنثنية إلى الداخل يبقى حواف الجرح لقيها منثنية إلى داخل الجسم اللي هي ده مميزات فتحة الدخول في العيار الناري ولكن فتحة الخروج بلاقي أن حواف الجرح أو اللي هي في فتحة الخروج منثنية إلى الخارج نتيجة خروج المقذوف أو العيار الناري يبقى ده مميزات الجرح الناري أنا باعرف دلوقتي أشكار الجروح اللي عندي عشان أعرف مسبب هذه الجروح يبقى احنا زي ما احنا اتكلمنا مع بعض في حاجة اسمها الجرح القطعي ثم الجرح الوغزي ثم الجرح اللي هو النافذ ثم الجرح التهتكي ثم الجرح الثاقب وأخيرا جرح اللي هو الناتج من العيار الناري ولازم أعرف أشكال كل جرح عشان أقدر أحدد الأداء اللي هي عملت هذا الجرح وميز بين كل جرح وآخر في الجرح التهتكي في الجرح اللي هو القطعي اللي هو بالآلة الحدة زي ما احنا قلنا أن طول الجرح بيكون أطول من عمقه في الجرح اللي هو اللي هو الوغزي بيكون هنا عمق الجرح أكتر من طول هذا الجرح ننتقل إلى أنواع أخرى من الجروح وهو الجرح السام الجرح السام وهو الذي ينتج عن لدغ الثعابين أو العقارب طب ده هنميزه بإيه؟ بإن بوجود آثار اللدغ اللي هي مكان أسنان أو مكان الأرصى بتاعة الحشرة اللي هو مكان اللدغ ده بلاقي فيه آثار اللدغ موجود على هذا الجرح فهنا بنعرف أن ده حصل تسمم و بنسميه جرح سام في الجرح الحبيبي ويحدث هذا الجرح نتيجة نمو الأنسجة الداخلية وده بيحصل نتيجة في العضايا الدغنية وغيرما بيحصل في الأمراض السرطانية يبقى دي كانت أنواع الجروح التي يتعرض لها الحيوان كل جرح على حسب نوع الأداة وبياخد شكل معين يبقى أنا أقدر أميز من هنا أقدر أميز من شكل الجرح اللي عندي نوع الأداة المسببة لهذا الجرح وبالتالي التداخل بتاعها يفرق لو أنا عندي جرح قطعي يبقى هعرف أن النزيف هنا عالي يبقى لازم أعمل عملية حالة طارئة أن أنا أقف النزيف لو أنا جرح وغزي هعرف أن هنا نسبة النزيف هتبقى قليلة يبقى أنا اهتمامي الأول هيكون بإيه؟ اهتمامي الأول هيكون بإن أنا أعمل عملية طرد لو في أي أدوات داخل هذا الجرح أو أي بقايا وفي نفس الوقت أعمل عملية تطهير كاملة لأن هنا الدم بيكون قليل وبالتالي نسبة التلوث هتكون أعلى لو أنا فيه جرح مثلا نتيجة عضة حيوان معين أو عضة حشرة معينة يبقى هنا جرح سامي يبقى أنا لازم أعمل دي مواد مضادة للسموم وتداخل بصورة يبقى هنا نوع الجرح حدد لي نوع التعامل اللي أنا هتعامل به مع الجرح اللي عندي أو الحيوان اللي عندي هننتقل بعد ذلك إلى نقطة وهي مضاعفات الجروح طبعا مضاعفات الجروح دي بتنشأ إمتى؟ بتنشأ لو أنا ما تداخلتش بصورة صحيحة مع الجروح وما تعاملتش بصورة صحيحة مع الجروح هنا هيحصل حاجة اسمها مشاكل الجروح أو مضاعفات الجروح أول حاجة اللي ممكن أتعرض لها اللي هو عبارة عن النزيف والنزيف هو خروج الدم من الأوعية الدموية دي أول حاجة هتقاملني في الجروح اللي هو النزيف والنزيف ده له أنواع فيه نزيف شرياني وفيه نزيف وريدي وفيه نزيف شعيرات الدموية يبقى أول المضاعفات وهو عبارة عن النزيف الحاجة التانية اللي ممكن تتعرض لها الحيوان نتيجة الجروح وعدم التدخل الصحيح اللي هو الإغماء الإغماء وهو حالة فقد الوعي بسبب انخفاض مفاجئ في ضغط الدم يبقى نتيجة النزيف الشديد وخروج الدم هيحصل انخفاض مفاجئ في ضغط الدم انخفاض مفاجئ ده هيبان على الحيوان بحالة فقد الوعي ان الحيوان هيفقد وعيه وهبوط للقلب ممكن يحصل عملية نفوق او موت للحيوان نتيجة ايه نتيجة ان انا ما وقفتش النزيف اللي موجود من الجرح وده يعتبر من المضاعفات الخطيرة جدا للجروح تالت حاجة الحمى والحمى دي نتيجة ايه نتيجة تلوث هذا الجرح يبقى انا لو انا سبت الجرح ده ممكن يوم او اتنين برضو وكان النزيف قليل في بعض انواع الجروح زي ما احنا قلنا الجروح اللي هي اللي هي الوغزية دي بيكون فيها النزيف قليل هل معنى ذلك انه ما فيش خطورة لا ممكن هنا يتعرض الحيوان نتيجة عدم النزيف الشديد الى تلوث باي مكروب وخاصة اللاهوائيات وبالتالي هيتعرض لنا الحيوان لحالة حمى وارتفاع في درجة الحرار وبالتالي الحيوان هيخش لنا في حالة من حالات ايه الاغماء برضو نتيجة بس هنا نتيجة ايه نتيجة الارتفاع الشديد في درجة حرارة هذا الحيوان نتيجة تلوث الجرح يبقى المضاعفات اللي هي النوع التالت من المضاعفات اللي هو الحمى نتيجة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة من ضمن المضاعفات برضو اللي هو التهاب الانسجة والتقيح التهاب الانسجة والتقيح وتكون الصديد برضو نتيجة ان الجرح اللي عندي لم يتم عملية تطهيره جيدا فبالتالي هيحصل تكوين للصديد الجسم بيدافع عن نفسه بتكوين الصديد والميكروبات دي موجودة داخل الجرح فبالتالي يحصل التهاب للأنسجة وتقيع رقم خمسة العدوى وهي عدوى لبعض الميكروبات الخطيرة مثل مرض التيتانوس ومرض السعار مرض التيتانوس ده من الأمراض الخطيرة جدا المرتبطة بالفصيلة الخيرية أي جرح في الفصيلة الخيرية بيبقى على طول لازم نسارع بأننا نحن هذا الحيوان بحقا المضاد للتيتانوس دائما وأبدا أي جرح في الفصيلة الخيرية بنستخدم حقا المضاد للتيتانوس لأن هي بتكون أكثر الحيوانات المعرضة لمرض التيتانوس نتيجة الجروح ولو جرح بسيط جدا لأن هنا الميكروب اللي هو اللي هو الكوليستريديا اللي هو تيتناي اللي هو مسبب لمرض التيتانوس بيبقى الخيول حساسة له جدا وبالتالي لاجب أننا بتداخل سريعا بأننا بستخدم الحقا المضادة للتيتانوس طيب مرض السعار ده برضو من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق عض الحيوانات اللي هي مصابة بالسعار للحيوان سليم أو ممكن للإنسان طيب عملية العض دي بينتج عنها إيه؟ بينتج عنها جرح السعار ده مش هيحصل إلا إذا حصر جرح في الجل عشان يبدأ الفيروس ينتشر من لعاب الحيوان اللي هو عمل عملية العض أو العقر للحيوان السليم لازم يحصل جرح نتيجة عملية العض وبالتالي الفيروس اللي موجود فيه لعاب هذا الحيوان بينتقل من خلال هذا الجرح إلى الأعصاب داخل الحيوان المصاب وبالتالي يعمل لي مرض السعار يبقى احنا عرفنا أن فيه بعض الأمراض المعدية اللي مش بس بتنتقل عن طريق الأكل والشرب لا ده ممكن عن طريق الجروح ومن أهمها التيتانوس ومرض السعار يبقى كده دي هي مضاعفات الجروح نراجع مع بعض كده مضاعفات الجروح أول حاجة النزيف وهو خروج الدم من الأوعية الدموية وده بيكون نوعه نزيف شرياني ونزيف وريدي ونزيف للشعيرات الدموية النوع الثاني اللي هو الإغماء وهي نوع تاني من المضاعفات ده لو أنا سبت عملية النزيف تتم بصورة مستمرة يبقى هيحصل انخفاض في مفاجئ في ضغط الدم وهبوط لعضلة القلب وهيحصل نفوق للحيوان رقم ثلاثة الحمى وده نتيجة تلوث الجرح والمؤشر بتاعه هو ارتفاع لو أنا لاحظت ارتفاع في درجة الحرارة للحيوان بعد الجرح مباشرة يبقى أعرف أن الحيوان ده دخل في مرحلة الحمى رقم أربعة التهاب الأنسجة والتقيع ده لو ما حصلش عملية تطهير جيد للجروح رقم خمسة العدوى بالأمراض اللي ممكن بعض الميكروبات تستغل الجروح دي وتدخل من خلالها وتعمل عملية عدوى مرضية زي التيتانوس ومرض الصعوب دي كان بالنسبة لمضاعفات الجروح بننتقل بعد ذلك إلى أهم الجروح التي ممكن تصيب الماشية والأغنام أي أهم الجروح الشائعة اللي ممكن أتعرض لها في الفيلد أو في المجال اللي عندي وأشوفها على الماشية داخل المزرعة سواء كانت أبقار أو جاموس أو أغنام ده اللي يهمنا إننا إيه الجروح الشائعة اللي ممكن تتعرض لها الحيوان أول حاجة جروح الفصيلة الخيلية وجروح الفصيلة الخيلية بتنقسم إلى جروح القائمة أو القوائم والأرجل وهنا يجب علاج هذه الجروح بسرعة زي ما احنا قلنا في حالة الفصيلة الخيلية يجب التدخل السريع مع الجروح ليه؟ لأنها أكثر الحيوانات حساسية لمرض التيتانوس ومرض التيتانوس ده مرض مميت يعني لو جاه للحيوان هيبقى الحيوان كده بيخش في مرحلة الموت والنفوط يبقى أنها أخسر هذا الحيوان يبقى في الفصيلة الخيلية في حالة هذه الجروح يجب التدخل بسرعة بإعطاء المصل الواقع التيتانوس وخياطة الجرح وربط القائمة المصابة وإعطاء المضاد الحيوي اللازم في هذه الحالة من ضمن الجروح اللي هي جروح الظهر وأعلى الرقبة ده مرض موجودة في الفصيلة الخيلية نتيجة إيه؟ نتيجة الرعبية أو السرج والرعبية أو السرج دولت دايماً تحتهم لو هم مش محطوطين بصورة كويسة على الحيوان هيعملوا لي جروح تحت منطقة السرج أو تحت منطقة الرقبية خطورة هذه الجروح أن أنا مش شايفها أو مش موجودة مش شايفها بالعين المجردة الجرح ده مخفي فبالتالي يجب أن أتأكد أن الحيوان اللي عندي أشيل منطقة السرج وأشيل الرقبية وبص على منطقة الضهر وبص على منطقة الرقبة أنها تكون خالية من أي جروح عشان برضو ما تكونش فيها أي إصابة تعمل لي أي مشاكل لهذا الحيوان طب هنعمل إيه؟ هنعمل غيار على الجرح بالمطهرات وزيت كبد الحوت لمدة لا تقل عن أسبوعين حتى يتم التآم الجرح وبعدها يعود الحيوان للعمل من ضمن الجروح الشائعة وهي آخر حاجة اللي هي جروح الأذن أو القرون نتيجة قطع الأذن أو كسر في القرون نتيجة نطح الحيوان في علاج قطع الأذن بنعمل إيه؟ بنعمل خياطة للجرح إذا أقل من نصف عرض الأذن أما إذا كان واخد جزء كبير من أذن الحيوان فبنعمل عملية استقصال للجزء المقطوع وإيقاف النزيف بالنسبة للجروح النتيجة عن كسر القرون هنا بندي بعض الحاجات اللي هي بتوقف النزيف وبنشيل الجزء المقصور وربط الجزء المتبقي بعد وقف النزيف في الأغنام اللي هي بتحتز غالبا في الزيل واللية ودي حسب درجة الجرح بيتم التدخل إما بالخياطة أو الاستقصال خوفا من الغرغرين بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من حلقات مادة صحة الحيوان والدواجن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته